أعلن الناطق الرسمي باسم أنصار الله الحوثيون محمد عبد السلام إطلاق القوى الصاروخية التابعة للتنظيم صاروخ بوركان 2 أتش الباليستي على قصر اليمامة في الرياض لكن قناة الإخبارية السعودية تحدثت عن اعتراض صاروخ باليستي فوق العاصمة السعودية وتدميره مشيرة إلى أنه ما من بلاغات عن أضرار من أي جهة من جراء تدمير الصاروخ وتزامن إطلاق الصاروخ وذكرى مرور ألف يوم على بدء الحرب السعودية على اليمن فنقلت وكالة رويتز عن أنصار الله أن الصاروخ الباليستي استهدف اجتماعا يضم قيادات سعودية داخل قصر اليمامة في الرياض وتحدثت الوكالة عن سماع دوي انفجار ضخم في الرياض نجم على ما يبدو من اعتراض الصاروخ وإذا كان إطلاق الصاروخ تزامن فعلا واجتماعا قياديا في القصر فأن ذلك يظهر بعضا أمنيا للعملية فضلا عن القدرة على تشغيل منظومة باليستية كبيرة في وضح النهار على الرغم من السيطرة الجوية المطلقة ليلا ونهارا للطياران السعودي والرقابة الجوية وتزمن إطلاق الصاروخ أيضا وأنباء عن استعداد لعمليات عسكرية واسعة يقودها التحالف العربي على جبهات عدة تمتد على الساحل الغربي لليمن وتبلغ صعدة وصنعاء وفي أول تعليق سعودي على الحادث نفع عضو مجلس الشورى السعودي صدق بن يحيى فاضل أن تكون جماعة أنصار الله اليمنية قد نجحت في استهداف قصر اليمامة الملكي في الرياض قائلا لم يتمكنوا من ذلك ولا أظنهم قادرين على استهداف القصر وأضاف في تصريح للوكالة الروسية أنه في حال قيامهم باستهداف القصر الملكي فأن الحوثيين سيجدون الجيش السعودي كله واقفا داخل صنعاء في اليوم التالي